بلغة الأرقام كشف الوزير الأول عن نجاعة خيار زياسة التمويل الغير تقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لسد العجز في الميزان التجاري وتراجع مستوية التضخم يبقى في رأي الوزير الأول الجواب القاطع للمشككين في فعالية خيار الحكومة قيل الكثير من طرف الخبراء أن هذا التمويل سيأتي بتضخم التضخم كان بنسبة 5.6% في ديسمبر 2017 بنسبة 5.2% في جنوبي 2018 وبنسبة 4.9% في فبري 2018 معناه التضخم عكس ما قيل الحمد لله نشوفه نخافض شوية وإذا كانت سنة 2017 قد عرفت بعض المؤشرات السلبية في الاقتصاد الوطني فإن كل المؤشرات ستكون إيجابية مدعومة بالإجراءات المتخدة من قبل الحكومة 2018 تكون من دونشك أفضل من 2017 اقتصاديا واجتماعيا لماذا؟ تكون أفضل أولا أن الدولة رفعت في مستوى التمويل التي حطته في السوق في الميزانية ثانيا الديناميكية الاقتصادية والاستثمار تحرك أكثر منذ السوداسي الأخير للسنة الماضية وبداية هذه السنة ثالثا الحمد لله كذلك بحكم الأمطار الجات في هذه السنة وما سينجر عنها في قطاع الفلاح وعن ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الجزائرية علق الوزير الأول أنه أمر ضرفي ناتج عن توقيف الاستيراد وزيادة المضاربة وسيزود أليا بتنشيط مصانع التركيب والوصول لإنتاج حاجيات السوق الجزائرية ترجمة نانسي قنقر